السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك بعدما شاهدنا تقريبا أهم القواعد التي يجب علينا اتباعها في تصميم وإنشاء لوحة الحماية والتوزيع الكهربائية سنقوم في هذه الحلقة بتطبيق وإنجاز كل تلك القواعد على شكل تصميم لوحة حماية كهربائية من الصفر صراحة ستكون لدينا ثلاث حلقات أو ثلاثة أجزاء لهذا الموضوع حتى يكون هناك تبصير للشرح وخصوصا أننا في شهر رمضان الأبرك وأنا أعلم جيدا أنه يقل وتركيزنا قليلا في هذا الشهر لذلك كل الحلقات هذا الشهر الفضيل ستكون بسيطة وخفيفة إن شاء الله المثال الذي سنقوم بالتصميم عليه هو منزل أو شقة صغيرة كما تشاهدون أمامكم حتى لا أطل عليكم وكالعادة كل الحلقات السابقة المرتبطة بالشرح ستجدونه في وصف أو نهاية هذا الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا معي هذا المنزل يتكون من مطبخ ومرحادين واحد هنا والثاني هنا وأيضا ثلاث غرف للنوم وغرفة الجلوس أو استقبال الضيوف وأيضا مكان للأكل ورواق يفصل بين الغرف ومطبخ طبعا سنقوم بتصميم كهربائي بسيط لهذه الشقة وسنطبق كل القواعد والأنظمة التي شاهدناها في الحلقات الأخيرة الخاصة بلوحة الحماية الكهربائية أول شيء علينا القيام به هو تقسيم هذا المنزل إلى عدة أقسام أو وحدات مثلا المرحاد الأول رقم واحد وغرفة النوم الأولى رقم اثنان وغرفة النوم الثانية رقم ثلاثة وهكذا المرحاد رقم أربعة وغرفة النوم رقم خمسة وغرفة الجلوس رقم ستة وغرفة الأكل رقم سبعة والمطبخ رقم تمانية والرواق الذي يفصل بين الغرف رقم تسعة حسن جدا في العملية الأولى سنقوم بتوصيل دوائر البريزة أو المقابس الكهربائية لكل الغرف بالستناء المطبخ لأن المطبخ له وضع خاص ويجب التدقيق فيه بشكل جيد لأن أهم الأجهزة الكهربائية وأكبرها من حيث القدرة والحمل دائما ما تتواجد في المطبخ إذن كما تشاهدون أمامكم الرقم واحد المرحاد بريزتين على سبيل المثال ونفس الشيء للرقم أربعة أي المرحاد الثاني بريزتين أيضا الغرفة رقم اثنان ثلاثة بريزات في موضع معين وبريزتين هنا وبريزتين هنا يعني مجموع سبع بريزات في هذه الغرفة نفس الشيء للغرفة رقم ثلاثة والغرفة رقم خمسة بالنسبة لغرفة الجلوس لدينا ثلاثة بريزات في موضع معين وبريز فردي خاص بالمكيف بالنسبة لما كان الأكل بريزتين فقط قلنا المطبخ لن نتحدث عنه في هذه الحلقة والرواق رقم تسعة لا يتوفر على أي بريزة يوجد هنا فقط مصابح للإنارة في الرواق أو في هذا المكان إذا على بركة الله لدينا فاصل رئيسي يمكن ضبطه على خمسة عشر ثلاثون خمسة واربعون ستون أمبير وشدة تيارت سريب هي خمسمائة ميلي أمبير كما قلنا سابقا على الأقل لا بد أن نستعمل قاطعين تفاضليين اثنين بشدة تيارت سريب ثلاثون ميلي أمبير للحماية من السعق الكهربائي أحدهما سيكون من النوع AC والتاني من النوع A كل قاطع تفاضلي لا بد أن لا يزيد عدد القواطع الحرارية المغناطيسية التي ستركب فيه عن تمانية قواطع كحد أقصى لذلك سنحاول أن لا نتجاوز هذا العدد حتى لا نضطر إلى إضافة قاطع تفاضلي ثالث أي تكاليف وعمل إضافية هو صراحة عملية تحديد قيمة شدة تيار الفاصل الرئيسي والقواطع الفرعية هي آخر عملية علينا القيام بها لذلك سنترك أمر تحديد هذه القيم إلى الآخر حسن جدا الآن سنبدأ مع أول توصيل وهو البرزتين التي توجدان في المرحاد رقم واحد طبعا سنضع قاطع 6C16 أمبير مع القاطع التفاضل الأول انتبه يوجد لدينا مرحاد آخر وهو الرقم أربعة لذلك سنقوم بوضع قاطع C16 أمبير للمرحاد رقم أربعة مع القاطع التفاضل الثاني يعني حتى إذا فصل أحد القاطعين تفاضلين سيبقى لنا هنا مرحاد يعمل بالنسبة للبرزات التي توضع في المرحاد لدينا ببرزات الغرفة رقم اثنين قلنا أن عددها سبعة ونحن نعلم جيدا أننا نستطيع توصيل ثمان بريزات كحد أقصى مع قاطع حراري مغناطيسي واحد إذا يمكننا استعمال قاطع واحد C16 مع كل بريزات الغرفة اثنين يتم توصيلها مع القاطع التفاضل الأول الغرفة رقم ثلاثة نفس العملية أيضا سبع بريزات لكن سنقوم بتوصيلها مع القاطع التفاضل الثاني يعني C16 الخاصة بالغرفة رقم اثنين مع القاطع التفاضل الثاني الغرفة رقم خمسة أيضا سبع بريزات في قاطع فرعي C16 مع القاطع التفاضل الأول الغرفة رقم ستة ثلاث بريزات في القاطع الفرعي C16 أيضا مع القاطع التفاضل الثاني لدينا هنا بريز منفرد قلنا أننا وضعناه لمكيف كهربائي أنا هنا فقط أقوم بشرح العملية لذلك سأقوم بالبحث في الأنترنت عن أول مكيف سياده رولي وأبحث عن قيمة شدة تياره لاحظ أن هذا المكيف يعمل بتيار 10 أمبير لذلك قاطع C16 مناسب لهذا المكيف دون أجهزة أخرى إذن سأضع قاطع فرعي C16 للمكيف لكن في قاطع التفاضل الأول بقي لنا فقط بريزتين لغرفة الأكل إذن قاطع C16 مع القاطع التفاضل الثاني كما تلاحظون أنني اعتمد هنا على طريقة توزيع كل بريزات حسب التوالي بين القاطع التفاضل الأول والتالي وهي نفس العملية التي سنقوم بها مع دوائر الإنارة لكن سنقوم بعكس العملية سنشاهد ذلك في الحلقة المقبلة إن شاء الله بقي لنا فقط هنا بريزات الأجهزة التي توضع في المطبخ سنشاهدها لاحقا أيضا لكن بعد توزيع الإنارة في الحلقة المقبلة إذن سأكتفي بهذا القدر إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى